تخيم قضيتها مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة والهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط على أجواء القمة الأوروبية في مالطا تحديات يعترف بوجودها القادة الأوروبيون وهم يحاولون رسم مسار موحد للاتحاد الذي ما يزال متأثرا بشكل أو بآخر بخروج بريطانيا منه إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي ينظر القادة الاتحاد الأوروبي ويساورهم القلق من التغييرات في السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة الرئيس دولاند ترامب وجاءت دعوات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشار الألماني أنجيلا ميركل بشأن الوقوف في وجه السياسة الأمريكية الجديدة تجاه الاتحاد لتلقي الضوء على حجم القلق الأوروبي حيالها إن أوروبا تتحكم في مصيرها واعتقد أننا كلما عبرنا بوضوح عن الطريقة التي نحدد بها دورنا في العالم تمكننا من إدارة علاقاتنا بشكل أفضل عبر الأطلسي بالنسبة لي الأولوية للحديث هنا عن أوروبا وليس عن أجزاء أخرى من العالم وفي الوقت الذي دعت فيه كتل أوروبية إلى رفض تعيين تيد مالوك سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي يشير وزير الخارجية الألماني سيغمار جابرييل إلى أن واشنطن لم تبدي رغبتها في إلغاء اتفاق فيينا النووي على وقع تلك التطورات أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس مايك بينس سيزور بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي في خطوة تهدف إلى بحث تعميق وتعزيز التحالف بين ضفتي الأطلسي تحاول القمة استباق موجة هجرة جديدة في الربيع المقبل كانت قد حذرت منها مالطا التي تتولى رئاسة الدورية للاتحاد ويأخذ الحديث عن إغلاق طريق الهجرة غير الشرعي عبر الوحر المتوسط انطلاقا من ليبيا مداه على الطاولة الأوروبية هدفنا الرئيسي في قمة مالطا هو وقف تدفق الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا وهذا هو السبيل الوحيد لمنع الناس من الموت في الصحراء والبحر والسيطرة على الهجرة إلى أوروبا وهناك توافق بهذا الشأن تشير منظمة الهجرة الدولية إلى حدوث أكثر من 181 ألف محاولة عبر للمتوسط العام الماضي انطلق 90% منها من ليبيا موسيقى موسيقى